طيب نروح من علي معلول لصوبوسلاي صفقة الليفر الجديدة والحقيقة انت بتجمع صفقة يمكن ما هياش صفقة من الصفقات البروباجندا يعني ما تداش تقول على صوبوسلاي لعب لايبزيج السابق ولعب ليفر بول الحالي انه صفقة ملعارتي لعرغم انها صفقة كلفت خزينة الليفر تقريبا حوالي 70 مليون يورو ده رقم كبير جدا وده يرجع نمر واحد للايبزيج لايبزيج الحقيقة واحد في خلال سنوات بسيطة جدا جدا تمكن انه يبقى واحد من الاندال كبيرة في المانيا في بونزليجا وبالتأكيد هي بطولة قوية جدا واحدة من اقل بطولات في اوروبا اتنين قدر يوصل لانه يقدم مجموعة يختار الاول يختار عندهم سكاوتينج تيم او فريق اللي هما بيكتشفوا المواهب في سن صغيرة على اعلى مستوى سواء لايبزيج او سواء ساليسبرج في النمسا لايبزيج في المانيا وساليسبرج يمكن المظلة اللي بتاعكم الاثنين الاسلوب في الادارة يمكن يكون واحد لكن الاثنين دول مميزين جدا في قصة السكاوتينج والاثنين رغم انها عندها حديثة العهد بالمشاركة في البطولات سواء النمساوية او الالمانية الا انه هما قدموا كتير من النجوم دومينيك سوبوسلاي صفقة كلفت خزينة ليفر بول سبعين مليون يورو ورغم كده يمكن تكون وانا مع جمهير ليفر بول ما نكونش راضين قوي على الميركاتو او مش حاسين انه الميركاتو اللي عمل ليفر بول هيساعد الليفر قوي على انه يرجع ليفر بول اللي بينفس على البريمير ليج او على الشامبينز ليج لكن طبعا قصة عند يورجين كلوك في الاول والاخر لكن اللطيف في الموضوع اللي لفت نظري في تصريحات دومينيك سوبوسلاي هو كلامه على صلاح وطبعا جاي من المانيا ما بيكلمش انجليزي كويس قوي يعني هو قال انا لغتي الاولى اللغة الالمانية بقدر افهم اللغة الانجليزية او اتعامل باللغة الانجليزية بشكل بسيط عشان كده بلجأ كوناتي نجم فرنسا الدولي ونجم ليفر بول كان بيلعب معه قبل كده في لابسك شكا بيقوله هو اول ما رحت ليفر بول رحت على كوناتي على طول لانه هو اكتر حد ممكن يكون فاهمني وقدر اتواصل معي وهو اللي كان بيساعدني لكن وجدت تعامل لطيف جدا جدا من محمد صلاح نجم ليفر بول والنجم المصري وهو يمكن وهو وترنت عليكزاندر ارنولد هم اكتر اتنين بيساعدوني لما بيحتاج مساعدة لكنه صفقة طبعا يعني نتمنى انها تكون اضافة لعيب عنده 22 سنة وزي ما قلتلكم في مقابل 70 مليون يورو انتقل بالفعل ليفر بول باريس سانجرما والضرب تحت الحزام ضرب بتحت الحزام ليه بقولي الكلام ده انتوا عارفين طبعا احنا كل سنة بنعيد ونزيد في قصة امبابي راح الريال امبابي مكمل في امبابي راح الريال لا الساركوزي دخل وامبابي مكمل في بي اش جي لا السنة دي اخر عقد وامبابي يرغب في الرحيل لا باريس سانجرما قرر انه يعني يبقي على النجم الفرنسي او الجواهر الفرنسية كيليان امبابي القصة في الحكاية ايه بقى في معسكر الاعداد اخدوا بالكم انه وده على عهدة ازاعة مونت كارلو القصة انه امبابي ينتهي عقده مع البي اش جي في الصيف 24 يعني في نهاية الموسم اللي جاي يعني في يناير اللي جاي ده من حقه او يحق لي انه يوقع لأي نادي تاني ويرحل في الصيف بدون مقابل طيب البي اش جي بيفكر ازاي البي اش جي قالك مش ممكن يبقى عندي امبابي ويرحل بدون ما استفيد منه وبالتالي امبابي جدد قعد وكلاء امبابي مع المسؤولين في البي اش جي في محاولة منهم لاقناع امبابي بالتجديد لمدة سنة مع وضع شرط الجزائي انه اذا رغب امبابي في الرحيل واذا رغب اي من الاندال الاوروبية في شراء عقد امبابي يدفع الشرط الجزائي واللي اتفقوا او اللي عرضوا انه هو يكون 200 مليون يورو فكان القرار من قبل وكلاء امبابي انه لا احنا مش مهتمين لا احنا مش عايزين فكان القرار والتوجه من ادارة بي اش جي بالتضحية بكيليان امبابي مش هتوقع اعد وده اللي حصل بالفعل واللي تقدر تترجب منه استبعاد لويس انريكي المدير الفني الجديد للبي اش جي راحوا يعملوا معسكر اعداد رحلة كده عملوها عشان يستعدوا الموسم الجديد في اليابان فحط كيليان امبابي مع اسماء المستبعدين من رحلة وبقى من رحلة دي وبقى كيليان امبابي مع المستبعدين في فرنسا ومن الواضح انه الضغوط هتتزايد على امبابي عشان يقنعوه انه يجدد بالعافية يعني بالمختصر المفيد بالعافية او هتجدد غصبا عنك يا اما الموسم ده هيكون مصيرك عدم المشاركة وتروح بشكل كبير جدا يعني مش في الفورمة مش ضائق مش كيليان امبابي اللي احنا عارفينه وخصوصا انه عندك تصفيات يورو وعندك اولمبياد هتشارك فيها فرنسا فمن الوارد جدا انه كيليان امبابي يكون بيشارك في البطولتين لكن ابتعادوا عن المشاركة مع البي اش جي قد يحرموا بشكل مباشر من المشاركة في البطولات دي ازاي يكون عندك امبابي وتستغنى عنه وازاي يكون عندك كيليان امبابي وتحاول تكبره على التوقيع ده اللي بتحاول تعمله ادارة بليس سان جرما طيب انا عندي فقرات او عندي فقرة مهمة جدا عن اخبار وانتقالات الاندية زي ما قلت لكم ابطال افريقيا اللي هيواجه الاهلي سواء في دوري ابطال او في كاس السوبر الافريقي خلينا نقشها اكتر وناخد تفاصيلها ونستعرضها مع حضراتكم كده ونشوف الميركاتو الصيفي لكل من اتحاد العصيمة ترجي التونسي الاوداد المغربي وسان داونز الجنوب الافريقي بالارقام وبالاسماء هتكون معانا في سادسة لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر